السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة الوصفة اليوم راح تكون عبارة عن معقودة بالجاج هاد الوصفة خذيتها على جارتي بعد ما كنت دقتها عجبتني قلت نفيدكم معايا هنايا قدمتها مع سوس تحت جلبهنا وتقدري اتعوضيها بأي سوس معتمدت هانتية ما نطولش عليكم ونروح مباشرة للمقادير وطريقة التحضير الخطوة الأولى اللي راح نبدأ بها نحضروا لسوس تاعنا تاع الجلبانة هاد الاسوس هي راح ترافقناها هاديك المعقودة ومنها الجاج تاعي يطيب فيها كيما كنت شوفوا في الكوكوتا درت شوية تاع زيت وحكمت نصص در تاع الجاج وقليته مليح ومن بعد راح نزيد حبة تاع بصل تكون متوسطة ارحيتها وحطيتها تتقلالي مع هادك سدر نجيل حط ليزي بيس كيما كنت شوفوا راح ندير شوية تاع الملح ونزيد شوية تاع المعدنوس وشوية تاع فلفل لكحل وشوية تاع الكولكم هادا وش نسحق في ليزي بيس التوعي وباش جينا الاسوس تعنا خاترة راح نضيف مع الاخر مغرف صغيرة تاع فارينة ونخليها تتقلالي شوية مع هاداك البصل والجاج باش نمرق في الاخر كما كنت شوفوا بعد ما اضفت هديك الفارينة نخليتها تتقلال شوية وضفت الكمية تاعي تاع الجلبانة ونروح نمرق مباشرة بالمسخون تمرق دايما نمرقه بالمسخون نخليها تغلي كي تغليلي نغلق على الكوكوتا تاعي ونخليها الطيب هنا بعد ما توجد للمرقة نحكم هاداك سدر تاع الجاج نصفيه ونفتته مليح ونخلي لصوص تاعي بجيه من بعد نروحوا للخطوة الثانية اللي هي نوجدوا البشامل تاعنا كما كنت شوفوا حكم تكسروا نادرت فيها مغرف كبيرة تاع زبدة خليتها دابت وضفت عليها حوالي مغرف ونصف تاع فارينة نخليه الفارينة هديك تتقلال شوية مع هديك الزبدة من بعد راح نضيفو عليها كاس تاع الحليب هنا راح نزيد الكاس تاعي تاع الحليب ونحاول نخلط بسرعة حتى تتحلي هديك الفارينة والزبدة من بعد راح نضيف جومبو نصف قطعة تاع جومبو هنا يا قريو نستعمل الملح نستعمل الجومبو راح يعطينا بنا هيلة للبيشامل تاعنا وهنا راح نبقى نحرك حتى تعقد هديك البيشامل تاعنا راح تشوفو هدا هو القوام اللي راح نتحصلو عليه جينا شوية تقيلة ومن جيها اخذيت كمية من الزيتون الاخضر كما راح تشوفو ورحيتو في هاد رحيوة تقدروا تقطعوه تاني بالموس نروح تركها نضيف هداك الزيتون نحطوه ونزيد عليه شوية تاع السطر تاع الجاج اللي كنت فتته من قبل وهديك البيشامل هي اللي راح نطم بها هاد الجاج والزيتون كما كنت شوفو احكمت نصف الكمية تاع هادك الجاج ونبقى نضيف هادك البيشامل غرب شوية هكدا حتى تنطملي تدريجيا هادك الجاج والزيتون تاعي ودرك راح نكمل نحط الكمية اللي بقاتلي تاع الجاج ونطموه بالبيشامل وفي الاخير كي نطملي الجاج التاعي راح نضيف حوالي مغرف كبير تاع فرماج هادي كإضافة اللي حبت تديرها اللي حبت تخلي الجاج تحاها هكدا يعني يغرب البيشامل وزيتون ودرك نروحوا للمرحلة الاخيرة هي باش نشكلوا المعقودات تاعنا راح نحكم كمية من هداك الخليط ونشكل كويرات يكونوا متوسطين للحجم يعني ما يكونواش كبار وما يكونواش صغار بزاف ونحاولو نعطو لهم شكل شباب يعني نحاولو نتحفوهم ونرمدوهم في الفارينا من بعد راح نفوتوهم في بايض البيض وفي الاخير راح نفوتوهم في الخبز المرحي وبعد ما نكمل لشكل كامل المعقودات اللي عندي راح نخليهم يريحوا حوالي نص ساعة باش نبدأ نقلي نحكم مقلة وندير فيها شوية تعزيت والنار تكون متوسطة ونبدأ نقلي فيهم هذا هو الشكل تحهم كما كنت شوفو يجوا من البرام قرمشين والداخل يجوا طريين هنايا بعد ما كملت وجدتهم قدمتهم مع هذيك الجلبانة اللي كنت حضرتها في الأول وهذه هي الوصفة تعنات عنها اليوم نتمنى تكون نيلت إعجابكم ونتلقى مشاء الله في الفيديو القادم مع وصفات أخرى مع السلامة